بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي وحبيبي متابعين قناة سر الصنع اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة بالنسبة الدخول للشتة يا جماعة يبقى عن تربية الفراخ البيضة تربية الدواجن وخصوصا الفراخ البيضة لان طبعا الفراخ البيضة بيزيد سعرها في الشتة نظرا لعدد النافئ يعني الوفيات بتاعة الفراخ ونفل ونزة الطيور والحاجات دي فبتبقى الفراخ اللي بتعدي في المزارع لاخر الدورة بتبقى عددها الليل وبالتالي بيبقى المعروض في السوق اقل من الطلب في اسعار اللحوم والبيضة وخصوصا الفراخ البيضة في السوق بيعلى قوي بنشوف يعني ان احنا الفراخ الفترة اللي فاتت كانت تسعتاشر جنيه وعشرون جنيه واحد وعشرون جنيه لكن في الشتة بتوصل لستة وتلاتين وسبعة وتلاتين وتمانية وتلاتين جنيه ولما برصة الفراخ البيضة بتزيد بالتالي بتزيد كل اللحوم الداجنة الفراخ البلدي بتزيد البط بيزيد الروم بيزيد لان اللي ماسك البورصة ويحددها هي الفراخ البيضة. النهاردة ان شاء الله هنعمل دراسة الجذوة سريعة ازاي نعمل شوية نرب شوية فراخ بيضة سواء عشر فرخات لحد مسلا الف فرخة هنعرف دراسة الجذوة بتاعته. بداية احنا بنشتري كاتكوت الفرخ الابيض بنشتريه في الفيتشيته بيبدأ من ستة جنيه لحد ممكن يوصل لتسعة جنيه او اكتر من ستة لتسعة جنيه. نعمل الدراسة الجذوة مع بعضنا كده. يعني لو فرضنا ان احنا جابنا عشر كاتكوت في ستة جنيه هيبقى السعر ستين جنيه. ولو هما العشر كاتكوت يا حبابي جابناهم في عز الشتة وكان الفرخ بتسعة جنيه فيكون الناتج تسعين جنيه. انا بعمل مؤيسة او احصائية او دراسة جذوة بسيطة جدا لاي حد. العشر كتكدة هما بيتربهم عندي في البلكونة. وانا ان شاء الله عامل فيديو ازاي اعمل عشة صغيرة في البلكونة او في جنب جنب يعني من البلكونة من المطبخ بس المهم ان احنا نكون دائمين التنظيف ويكون المكان في تهوية حلوة عشان ما ما يتعبناش او ما يبهدلش الدنيا. فهو انسب مكان في البلكونة لو ما عنديش مكان على السطوح او بضرون. فانا باتكلم ان الوقت حتى ان كانت الشقة بتاعتي نظيفة ومتشطبة تشطيب لوكس وانا قاعد في مكان راقي انا ممكن اعمل ربي عشر كتكيت او عشر فرخات بيض لغاية عشرين فرخ في قلب البلكونة. وزي ما قلت لحضراتكم هنتعلم ازاي نعمل عشة باسهل الطرق وباقل تكلفة. جابتك كتكوت عمر يوم قلنا بداية ان هو الوقت في الصيف واصل لتلاتة جنيه ونص. وساعات يبقى بمية خمسة وسبعين ارش او باتنين جنيه. في الشتاء ممكن يوصل تسعة جنيه وممكن يعدي. فانا قلت لدراسة الجدوة بتاعتي هحسيبه مرة. عشان ناخد المتوسف بعد كده. هحسيبه مرة لو انا جابته بستة جنيه. ولو جابته بتسعة جنيه. قلنا العشر كتكيت في الستة يبقى بستين جنيه. ولو هو الفرخ بتسعة يبقى بتسعين جنيه. الكتكوت بيجيب له نشارة بحطها تحت منه لازم افرد له نشارة خشب. او في ناس بتفرد التبن اللي هو بيبقى كسر العود الاشي بتاع الغلة. الغلة طبعا محصول الغلة لما بيتضم. الفلاح بيدرسه. فبياخد الغلة الحب في جنب. وبياخد التبن اللي هو بيأكله المواشي. في ناس برضو بتفرج تحت الفراخ. في ناس بتفرج كارتين وتغيرها كل يوم. اجيب شوية كارتين اديمة بتاعت الشبسيات والقلبس والحاجات دي. وافرت كارتنتين تحت الفراخ. واجي تاني يوم الصبح يكونوا تبللوا شوية اشيلهم وارمهم في الزبالة. وحط كارتنتين تانيين. والكارتونة بتبقى المقطعة بتبقى مسلا سعرها خمسين قرش لو هي كارتونة سلمة ببقى كيلو باتنين جنيه. لو احنا قلنا الدورة بتاعتنا الفراخ البيضة دورتها في ناس بتتبح على عمر تمانية وعشرون يوم. الدورة. وفي ناس بتتبح على خمسة واربعين يوم. من تمانية وعشرين يوم. الى خمسة واربعين يوم. ده حسب يا جماعة جودة ونظافة الفرخ نفسه. فيه فرخ باديني وازد بعد خمسة تمانية وعشرون يوم. مرورا بقى تلاتين يوم ممكن اتبح خمسة وتلاتين يوم ممكن اتبح اربعين خمسة واربعين. لكن اقصى حد لدورة الفراخ البيضة هي خمسة واربعين يوم. بكل الفرخ بوصل عندي. فيه فرخ ببقى مثلا اتنين كيلو. فيه فرخ ببقى اتنين ونص وفيه فرخ بيوصل تلاتة كيلو. هناخد المؤيسة طبعا او المناقصة بتاعتنا او الاحصائية والدراسة على كل الاوزان دي. الفرخ ده حبيبي في في على مدار الشهر ونص. بيكون كان من اتنين كيلو. ونص عليقة لحد اربعة الاربع. يعني فيه فراخ حسب جودة العلف. حسب التهوية والاضاءة والفرشة الاشفة اللي تحت منه. دي طبعا كلها عوامل بتساعد على آآ زيادة وزن الفرخ. حسب التحصنات اللي انا بديها له. حسب التدفية. حسب الامور ده كلها. بدييني في الاخر انتاجية احسن. فاحنا بنقول فيه فرخة عند بيوصل من اتنين ونص الحد تلاتة كيلو. هنضرب الفراخ كلها على ان هي جابت اتنين كيلو ونص على خمسة واربعين يوم. قلنا ان الفرخ على مدار الخمسة واربعين يوم بيكون كل من اتنين ونص لاربع لربع. هنقول ان هو كل تلاتة كيلو ونص على عليقة. الكيلو بتباع اللي هو عليقة او علف بادي. آآ في الشهر الاولان وبعد كده علف العلف بادي وبعد كده علف نامي. اللي هو العليقة التلاتة وعشرين في المية. وبعد الشهر يا جماعة بيدي له عليقة واحد وعشرين ونص في المية. كيلو العلف بسبع جنيه في تلاتة ونص يبقى معانا ادى واحد وعشرين ومعانا تلاتة ونص يبقى اربعة وعشرين جنيه ونص. يبقى العلف اربعة وعشرون ونص. عندنا تامن الفرخ قلنا العشر فرخات. هيتضرب الفرخ كيلو اربعة وعشرون ونص في عشرة. يبقى شكارة النشارة ممكن بجيب شوية نشارة من اي ورشة نجرة جنب مني او شوية تبني من اي فلاح او كارتونتين فاحنا هنقول ان الشهر ونص ده هما العشر فرخات استهلكم شكارة آآ نشارة بحوالي تلاتين من تلاتين لاربعين جنيه. بنجيب احنا هنا بتلاتين جنيه هنقول يا هنقول ان هي الشكارة النشارة بتلاتين جنيه. الفرخ على مدار الدورة بتاعته بيحتاج بيحتاج شوية انتنال بيحتاج شوية آآ لمون على المية بيحتاج معلقة خل بيحتاج ان انا بفروم له بصلاية على فصنطوم على شوية آآ حبة البركة شوية اعشاب بيحتاج شوية شيح عشان اددان او بيحتاج كيس كوكسيديا لان وارد اوي ان الفرخ يجي له دور اسهال او او اسهال احمر او يجي له شوية برد او خلافه فاحنا بنقول ان الفرخ ممكن يصرف ممكن الفرخ يصرف جنيه ونص في الدورة بتاعته لغاية آآ اتنين جنيه ونص هنقول ان هو يصرف اتنين جنيه ونص يبقى علاج او تحصينات هنقول ان هما العشرة في اتنين ونص بكام يا جماعة بخمسة وعشرون جنيه. الاحصائية بقى اللي عندنا كلها الفرخ دلوقتي عندنا العشر فراخ مرة بستين جنيه ومرة بتسعين. قلنا ان شارة هنحط لها تلاتين جنيه هنا او هنا. هنقول العليقة العليقة متين واربعين جنيه. تمام? متين واربعين جنيه. العليقة قلنا خمسة وعشرون جنيه. مرة هيبقى خمسة وعشرين ومرة هيبقى خمستاشر جنيه. في حاجة تانية يا جماعة. في طبعا اضاءة او او الحاجات دي فهم مش فارقة يعني القهربة مش هناخد في الشهر كله على اللمبة اللي هتتسرج او تنور للفراخ خمسة جنيه فقول خمسة جنيه او عشرة جنيه خمسة مرة او عشرة مرة اضاءة. نحسب بقى حساباتنا يا جماعة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا ستين وتلاتين تسعين تسعين ومتين واربعين تلتمية وتلاتين تلتمية وتلاتين وخمستاشر تلتمية خمسة واربعين وخمسة يبقى تلتمية وخمسين من تلتمية وخمسين جنيه العشر فرخات الى هنقول هنا تسعين وتلاتين مية وعشرين مية وعشرين ومتين واربعين يبقى تلتمية وستين تلتمية وستين وخمسة وعشرين تلتمية خمسة وتمانين وعشرة تلتمية خمسة وتسعين. يبقى تكلفة الفراخ عندي يا جماعة هتكلف من تلتمية وخمسين جنيه لتلتمية خمسة وتسعين جنيه. نقول لربعمل جنيه. يبقى الفراخ هتكلف عندي من تلتمية وخمسين جنيه لاربعين جنيه. على العشر فرخات يبقى الفرخة واقفة عندي من خمسة وتلاتين جنيه. سعر الفرخة تكلفته انها هي من خمسة وتلاتين جنيه لغاية اربعين جنيه طي احنا قلنا ان الفرخة هتوصل عندنا اتنين كيلو ونص اتنين كيلو ونص هنضربها بقى على حسب سعر الشتة اللي هو بتمانية وتلاتين او خمسة وتلاتين هنضربها مرة ان الفرخة الكيلو بخمسة وتلاتين جنيه ومرة على تمانية وتلاتين جنيه. انا طبعا بحسب لكم الحسابات دي بايدي من كانت قال حسبة علشان كده ممكن اطول عليكم سوانج. هنقول يا حبيبي دلوقتي لو الكيلو بخمسة وتلاتين جنيه يبقى الفرخة عندي هتتكلف اتنين كيلو بسبعين ونص بسبعتاشر ونص يبقى عندي سبعة وتمانين جنيه ونص الفرخة ولو هي بتمانية وتلاتين جنيه جيلو يعني الفرخة الفرخة اللي اتنين ونص هتزيد ادى تلاتة وتلاتة وواحد ونص يبقى سبعة جنيه ونص يعني يعني خمسة وتسعين جنيه. بدون اي مبالغة احنا شوفنا ان الفرخة عندي اتكلفت من خمسة وتلاتين جنيه الى اربعين جنيه باعتها من سبعة وتمانين ونص الى تسعين جنيه يبقى في كلتا الحالتين انا كسبان في الفرخة حوالي خمسين جنيه الفرخة بعد ما كبرت عن ومضمونة ما خدتش اي هرمونات ما خدتش اي حاجة انا خاف منه الفرخة مضمونة ولحمتها وشربتها مضمونة بنسبة مية في المية انا مش خايف ان انا اكلها لولادي مش خايف على نفس منه بالنسبة على كلام كتير جدا ان المزارع بيحطهم حبوب مناء الحامل للفراخ بيحطهم هرمونات عشان يحصل يعني زيادة في الوزن لكن الفرخة انا مربها على ايدي ومضمونة بنسبة مية في المية ومكسبها عندي في النهاية من سبعة من سبعة من اتنين واربعين جنيه من اتنين واربعين جنيه لخمسين جنيه لخمسين جنيه يا جماعة مكسب في النهاية انا بقول لحضراتكم طبعا الموضوع اولا من ناحية التجارية ومشروع مربح جدا 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 ومن ناحية الصحية انا طبعا ضامن انا جاي بايه لولادة ما بقاش خايف لان طبعا في اقوال كتير ان الفراخ البيضة عشان بتاخد هرمونات في المزارع وبتاخد اه حقن وبتاخد وبتاخد فالناس كلها بتبقى خايفة ومرعوبة منه ونعرف اصر كتير جدا ما بتدخلش الفراخ البيضة في بيتها مع ان الاطفال هو اسهل لحم واحسن اكل بالنسبة لهم هو الفراخ البيضة في نهاية الفيديو بتمنى ان يكون دراسة الجدوى اه فديتكم في حاجة او زادت معلوماتكم في حاجة وطبعا الفراخ البيضة لها انواع كتير بس هي في النهاية هي فراخ بيضة يعني فيه قب فيه فيه رص فيه هبرض فيه 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 اسلاف كتير لكن احنا ما يشغلش بالنا الموضوع ده احنا يشغل بالنا في النهاية ان الفراخ ده هو مضمون ومتربع على اداني في نهاية الفيديو بتمنى ان الفيديو يكون في استفادة كبيرة لكم ويكون اعجابكم وبذكركم ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتتفعلوا معنا تعملوا وتدوسوا زر الجرس واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته